السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كروشي جانا النهاردة هنعمل مع بعض شاء المسلس بواحدة جديدة شكلها حلو قوي وتصلح للمناسبات هتستخدمي فيها خيط فضي او دهبي او برونزي وكمان لو للعبوسة هتعمل لها خيط ابيض في لمع هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبك الخيوط المستخدمة انا هستخدم الاس كوتون جولد انت كمان فيك تستخدمي اي خيوط انت حبها وهستخدم معي ابراقم اثنين ونص يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يريد تدعمينا بلايك وشيب ولو جديد معنا تشتركي في القناة وتفعال الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هعملها عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلاسل وعلى اول سلسلة هدخل وباسحب الخيط وبخرج بمنزلقة كده انا قفلت الدايرة بعد كده بارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبه اول عمود معي في الدور الاول لفع الابرة من داخل الدايرة وباخد خيط البداية معي وباسحب الخيط وباخد تاني عمود العمود التالت والرابع والخامس والسادس وهكملهم اربعة وعشرين عمود بالابتفاع ونرجع تاني انا كده اشتجلت اربعة وعشرين عمود باجي هنا اعد واحد اتنين وثالث سلسلة بدخل وباسحب الخيط وباخد منزلقة كده انا قفلت الدور بعد كده بابتفع سلسلة وفي نفس المكان باخد حشو وده اول جرزة حشو معانا في الدور التاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين يبقى اتنين وعشرين سلسلة بفوت عمود بروح العمود اللي بعده باخد حشو ابدأ قررتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين سلسلة افوت عمود العمود اللي بعده بياخد حشو وقررتين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشرة 15 16 17 18 19 20 21 22 22 سلسلة افوت عمود اروح العمود اللي بعده باخد حشو همشي بنفس النمط ده بفوت عمود العمود اللي بعده باخد حشو وبين العمود والعمود باخد 22 سلسلة هيتكون عندي في نهاية الدور التاني 12 فراغ بالشكل ده هخلص الدور ونرجع تاني انا كده ببتقفل الدور التاني اشتغلت 22 سلسلة هفوت عمود هبروحها لأول وابزت حشو اخدتها في الدور بادخل بالشكل ده وباخد منزلقة بالشكل ده كده انا قفلت الدور التاني بعد كده هبتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة احداشر احداشر بسلسلة يعني نص السلسلة اللي كنا بنشتغلها 22 لأ اشتغلنا 11 لفع الابرة وعلى اول فراغ على طول بادخل في المنتصب بالشكل ده وباسحب الخيط وباخد اول عمود وفي نفس المكان باخد العمود التاني وفي نفس المكان باخد العمود التالت كده اشتغلت تلاتة عمود بعد كده واحد اتنين سلسلة لفع الابرة من نفس الفراغ باخد تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت وكده انا اشتغلت تصرفه تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود وده في اول فراغ واللي احداشر بسلسلة دي مش هتتكرر بتاني احنا اشتغلناها بس عشان نطلع لأعلى الفراغ الاول بعد كده واحد اتنين سلسلة لفع الابرة وعلى الفراغ التاني بشده بالشكل ده عشان نبقى في النص بالزبط بعد كده اشتغلت تصرفه العمود الاول العمود التاني العمود التالت واحد اتنين سلسلة في نفس المكان تلاتة عمود العمود الاول التاني التالت وكده اشتغلت تاني سادفه بالشكل ده واحد اتنين سلسلة لفع الابرة بروح الفراغ اللي بعده بشتغلت سادفه العمود الاول والتاني والتالت واحد اتنين سلسلة تلات عمود من نفس المكان كده انا بشتغل في الفراغ سادفه تلات عمود اتنين سلسلة تلات عمود ونبدأ نكرر واحد اتنين سلسلة وعلى الفراغ اللي بعده سادفه هخلص بنفس النمط ونرجع تاني انا كده قابرة بتقفل الدور الثالت اشتغلت اخر بصادفه في اخر فراغ بعد كده باخد اتنين سلسلة بروح هنا على اول عمود في الصادفه باخد منزلقه العمود التاني باخد فيه منزلقه العمود التالت بشتغل فيه منزلقه من الفراغ باخد منزلقه بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعتبر اول عمود معي في الدور الربع لفع الابرة ومن داخل نفس الفراغ باخد العمود التاني والتالت اتنين سلسلة ثلاثة عمود وكده يبقى انا اشتغلت داخل الصادفه صادفه ثلاثة عمود اتنين سلسلة تلات عمود بالشكلة بعد كده واحد اتنين سلسلة عندي هنا فراغ من اتنين سلسلة من داخل الفراغ بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو واحد اتنين سلسلة لفع الابرة على الفراغ بتاع الصادفه باخد باشتغل صدفة. العمود الاول. التاني. التالت. واحد اتنين سلسلة من نفس الفرق باخد تلاتة عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. بالشكل ده. واحد اتنين سلسلة من الفرق بتاع الاتنين سلسلة باسحب الخيط وباخد حشو. ابدأ اقراتين واحد اتنين سلسلة لفع الابرع. وعلى الفرق بتاع الصدفة باشتغل صدفة. اللي هي تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود اتنين سلسلة وفي الفرق بتاع الاتنين سلسلة باخد حشو. اتنين سلسلة وصدفة. هنمشي بنفس النمط لنهاية الدور الرابع ونبقى في بداية الدور الخامس. انا كده اقرب بتقفل الدور الرابع. عملت اخب صدفة بعد كده واحد اتنين سلسلة باجي في الفراج بتاع الاتنين سلسلة اللي بين الصدفة والصدفة وبااخد حشو واحد اتنين سلسلة عندي هنا الصدفة اول ارتفاع ارتفعته في الدور اللي هو واحد اتنين وفتالث سلسلة بادخل وبااخد منزلقة كده قفلت الدور الرابعة بعد كده منزلقة من العمود التاني منزلقة من العمود التالت ومنزلقة من داخل الفراج بتاع السدفة بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعتبر اول عمود معي في الدور الخامس بابتفعتين واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعد واحد اتنين تلاتة وفراج سلسلة بدخل وباسحب الخيط وبااخد حشو كده كاني اشتجلت عمود فوقي البيكو لفع على الابرة من نفس الفراج بااخد العمود التاني بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة في القفلة بتاعت العمود بدخل بالعرض وبااخد حشو كده قفلت البيكو بقى عندي اتنين عمود فيهم اتنين ببيكو العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة فقفلة العمود بدخل بالعرض وباسحب الخيط وبااخد حشو لفع على الابرة والعمود الرابع واحد اتنين تلاتة سلسلة فقفلة العمود بدخل بالعرض وباسحب الخيط وبااخد حشو لفع على الابرة من نفس الفراج بااخد العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلت العمود باتخذ بالعرض وباسحب الخيط وباخد حشو. كده اشتغلت في الفراج بتاع الصدفة خمسة عمود فوقيه فوق كل عمود ربزة البيكو. بعد كده واحد اتنين سلسلة عندي هنا ربزة حشو باخد فيها ربزة حشو. واحد اتنين سلسلة لفع الابرة وعس اضف الفراج بتاعها. هشتغل اول عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. في الافلة بتاعت العمود بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو. لفع الابرة من نفس المكان باخد العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلت العمود بالعرض بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو. لفع الابرة من نفس المكان باخد العمود التالت. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلت العمود بدخل وباسحب الخيط وباخد حشو. لفع الابرة من نفس المكان باخد العمود الرابع. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلت العمود. ادخل واسعب الخيت. وباخد حشو. كده بعمل ربزة ال بيك. لفع الابرة. نفس المكان باخد العمود الخامس. واحد اتنين ثلاثة سلسلة. فأفلة العمود بالعرض. بدخل واسحب الخيت وباخد حشو. كده اشتغلت خمسة عمود فوق كل عمود ربزة ال بيك. بعد كده واحد اتنين سلسلة عنده ربزة حشو. بدخل في في ربزة الحشو وباشتغل الحشو. واحد اتنين سلسلة على الفراج بتاع الصدفة وهكرع. يبقى هو ده النمط اللي همشي بيه في الدور الخامس والدور الخامس بالنسبة للوحدة بتاعتنا هو الدور الاخير. هخلص الدور الخامس ونرجع عشان نشوف طريقة التشبيك. انا كده قربة بتقفل الدور الخامس. اشتجلت الخمسة عمود فوق كل عمود بيكو. اتنين سلسلة حشو. بعد كده باشتجل واحد اتنين سلسلة. وباجي هنا في سلاسل الافتفاع واحد اتنين وفتالي السلسلة بدخل. وباخد منزلقة. وكمان سلسلة وبقص الخيط. بالشكل ده. ده شكل النهاء بتاع الوحدة بتاعتنا. طبعا الخيط هنضفه بس شكل الوحدة جميل جدا. وزي ما قلتلك لو انت اشتجلتيه بخيط في لمعة ورفيع هتبقى تحفة. تبقى للمناسبات حلوة جدا. ان كانت فضي او دهبي او برونز. دولات هنرف ازاي بنشبك الوحدات. تشبيك الوحدات في اي زهبتين من دور. احنا عندنا الزهرات ديت. شايفة? الخامسة البيكو. هتبقى هنا وهنا. هنشوف هنشبكهم ازاي. دي الوحدة الكاملة. اللي احنا اشتغلناها. قلنا التشبيك هيبقى في اي وحدتين تخطبيهم. لان دي اول وحدة. فالتشبيك فيها سهل. بتجيب نفس الوحدة بتشتغليها بنفس الخطوات. لسه فاضل وحدتين اللي هنشبك فيهم. عملت اتنين سلسلة. بعد كده اللفع على الابر وعالفرج بتاع الصدفة باخد اول عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. باتخد بالعبد بالشكل ده. فقفلت العمود وبسحب الخيط وباخد حشو. كده انا عملت اول بكم. اللفع على الابر العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وباخد حشو في قفلة العمود كده عملت البيكو. لفع على الابر العمود التالت. بعد كده المفروض بعمل تلات سلاسل عشان البيكو. هياخد سلسلة واحدة. وبروح هنا شايفها بعد واحد اتنين وفي تالت بيكو زي ما انا هشبك بالزبط بس منعضها. بادخل كده منعضها. وباسحب الخيط وباخد حشو. والحشو دي بدل السلسلة التانية. بعد كده السلسلة التالتة. بروح لقفلة العمود. وباخد حشو. كده انا عملت البيكو. وكده في نفس الوقت انا شبكت. زي ما انت شايفة كده. بعد كده لفع على الابر. وبشتغل العمود الرابع. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي قفلة العمود باخد حشو. لفع على الابر ومن نفس المكان باخد العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي قفلة العمود بدخل وباخد حشو. كده انا عملت البيكو. واحد اتنين سلسلة. عندي هنا حشو. باخد فيها حشو. واحد اتنين سلسلة. لفع على الابر. وعلى الفرق بتاع الصدفة باخد اول عمود. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود بدخل وباخد حشو. كده عملت البيكو. لفع على الابر. من نفس المكان باخد العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي قفلة العمود بدخل. واسحب الخيط وباخد حشو. لفع على الابر. وبشتجل العمود التالت. والعمود التالت اللي هنشبك فيه. والعمود التالت اللي هنشبك فيه. بعد كده باخد سلسلة واحدة. انا شبكتي هنا. بروح اللي جنبها على طول. بعد واحد اتنين. وفي تالت بيكو. بدخل في الفرار بتاحها بالشكل ده. وباسحب الخيط وباخد حشو. ودي بدل السلسلة التانية. كده السلسلة التالتة. فقفلة العمود. بدخل وباسحب الخيط وباخد حشو. كده قفلت البيكو. لفع على الابر. ببجع بقى للشغل بتاعي عادي. باشتجل العمود الرابع. تلات سلاسل. وحشو. كده هقفل البيكو. لفع على الابر. وباشتجل العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود بادخل بالعبد بالشكل ده. وباسحب الخيط وباخد حشو. واحد اتنين سلسلة. وعلى الحشو. باخد حشو. واحد اتنين سلسلة. هنا. واحد اتنين تلاتة في اعلى ابتفاع. باخد منزلقة. بعد كده باخد منزلقة وبقص الخيط. بالشكل ده. نشوف اماكن التشبيك. وكده شكل الوحدتين لما تشبكه. شايفة الوحدات شكلها حلو قوي. الخيوط ديات هننضفها دلوقتي بابت التنظيف. هنشتجل الوحدة التالتة. ونيجي نشوف هنشبكها ازاي في الوحدتين ده. عشان نعمل اشهال المسلس. قبل ما نركب الوحدة التالتة هقولك على فكرة تبكيب الوحدات في الشال المسلس. اللي هتخليك ما تتلربطيش فيها ابدا ان انت بتركيبها. ديات هنسميها الدور الاول. يعني الدور الاول في الشال المسلس بيتكون من وحدة واحدة. الدور التاني في الشال المسلس بيتكون من وحدتين. الوحدة هنا ووحدة هتتشبك هنا. الدور التالت بيتكون من ثلاث وحدات. هتبقى وحدة تحت دي وحدة تحت التانية وحدة تحت لوحدة. الدور الرابع من وحدات. الدور الخامس من خمس وحدات. تون ما انت شرالة بتطولي بالشغل. يبقى الدور الاول بيتكون من وحدة وحدة عامل زي السلم بالزبط. واحدة واحدة بعد كده وحدتين بعد كده تلات وحدات كده مش هتتلربطي ابدا. وهي كمان هنشتجل الوحدة التانية ونشوف تركبها ازاي وبعد كده انت هتعرفي تشبكي ازاي بعد كده. هنشوف دلوقتي هنشتغل الواحدة ونبجع تاني. انا كده اشتغلت الواحدة التالتة. وما كملتهاش للنهاية. شايفة? سبتوا وحدتين اللي هشبك فيهم. بس الاول هنحدد احنا هنشبك فيه. المفروض الواحدة التالتة هنشبكها هنا. ده قلنا الدور الاول. الدور التاني بيتكون من وحدتين. ركبنا واحدة. الواحدة التانية بنركبها هنا. هنيجي نشبكها مش هنشبك هنا. دايما هنفوت واحدة. شايفة ديات مش هنشبك فيها. هنشبك هنا. ونشبك هنا. يبقى احنا فوتنا واحدة بس. ودية هنسميها صدفة. يبقى هنفوت صدفة بس. ونشبك في الصدفتين دول. دي ودي. هنشوف دلوقات هنشبك ازاي. خلاص انا حددت اللي هشبك فيه. بضيع الشغل كده. ديت مش هنشبك فيها. دولة اللي هنشبك فيها. اشتجلت جبزة حشو. وبعد كده. واحد اتنين سلسلة. لفع الابا على الفراج بتاع الصدفة باخد اول عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود بادخل بالعبد. وبسحب الفيت وباخد حشو. لفع الابا بشتجل تاني عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي قفلة العمود بادخل وباسحب الخيط. وباخد حشو. لفع الابا وفي نفس المكان باخد تالت عمود. باشتجل سلسلة واحدة. دي مش هنشبك فيها. دي اللي هنشبك فيها. بفرط واحد اتنين وفي تلات بيكو بدخل من عده. باسحب الخيط. وباخد حشو. ودي السلسلة التانية. بعد كده السلسلة التالتة. بابجع تاني لقفلت العمود. بدخل بالعبد اسحب الخيط. وباخد حشو. كده قفلت البيكو. بكمل بقى الخمسة عمود عادي. باشتجل العمود ده بابع. تلات سلاسل. فقفلت العمود. باخد حشو. وكده عملت البيكو. لفع الابا وفي نفس المكان باشتجل العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلت العمود. باسحب الخيط وبياخد حشو. واحد اتنين سلسلة. وعلى جبزة الحشو بياخد حشو. واحد اتنين سلسلة. الفرق بتاع الصدفة التانية بياخد اول عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وبياخد حشو. وكده البيكو. لفع الابا من نفس المكان بياخد العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلت العمود بادخد بالعرض وباسحب الخيط وبياخد حشو. لفع الابا من نفس المكان بياخد العمود التالت وده اللي بينشبك فيه. يبقى هاخد سلسلة واحدة. احنا شبكنا في دي. يبقى هي ديت اللي هنشبك فيها. بفوت اول بيكو. تاني بيكو. تالت بيكو. بشبك فيها. بدخل وباسحب الخيط. وبياخد حشو. وكده السلسلة رقم اتنين. بعد كده بعمل السلسلة التالتة. فقفلت العمود بادخد بالعرض وباسحب الخيط. وبياخد حشو. لفع الابا من نفس الفرار باخد العمود الرابع. واحد اتنين تلاتة سلسلة. في قفلة العمود بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو. لفع الابا من نفس الفرار باخد العمود الخامس. بعد كده باشتجل البيكو. تلات سلاسل. وبقفل فوق العمود بحشو. بالشكل ده. واحد اتنين سلسلة فوق الحشو. باشتجل الحشو. واحد اتنين سلسلة. وباجي هنا في سلاسل الابتفاع. بدخل وبياخد منزلقة. وكمان سلسلة. وبقص الخيط. بالشكل ده. نضيق بالشغل بقى كده. عشان نشوفه. كده شكل التلات وحدات لما تركبه. يبقى اول دور بيتكون دايما من واحدة بس. بعد كده تاني دور بيتكون من اتنين. تالت دور بيتكون من تلات وحدات. لما تيجي تشبكي اول واحدة هنا في الدور التالت. هنسيب واحدة. هنسيب واحدة ديت. وهنشبك في دي و دي. دايما بنسيب ما بين الواحدة والوحدة صدفة. ما بنشبكش فيها. ليه بنسيب الصدفة ديت? لان في الاخر. هيبقى عندك فراجات كده. ما بين كل دور والتاني. الفراج ده هنشتغل فيه وحدة هنا مساعدة. وكمان نص وحدة عشان نقفل الدور من فوق. دلوقتي هنشوف نص الواحدة وبعدين الواحدة المساعدة اللي هتسد الفراج اللي في الوسط. اول حاجة هنعملها في النص وحدة. عقدة البداية. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة سلاسل بروح على اول سلسلة. وباسحب الخيط وبخرج بمنزلق. بعد كده بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبه اول عمود. بعد كده اللفع الابرة من داخل الداية باخد العمود التاني. نفع الابرة باخد العمود التالت. نرفع الابرة. والعمود الرابعة. والخامس. والسادس. والسابع. والتامن. والتاسع. والعشر. والاحداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. بالشكل ده ومش هقفل الداية. يبقى انا اشتجلت خمستاشر عمود. بعد كده بابتفع سلسلة وباليف الشجل. وفي اول عمود على طول باخد حشو. بعد كده باشتجل واحد اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمانتاشر. تسعتاشر. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. اتنين وعشرين. سلسلة. بفوت همود بروح اللي بعده باشتجل. حشو. ببدأ اقارتين واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. تلاتتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمانتاشر. تسعتاشر. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. اتنين وعشرين سلسلة. افوت عمود بروح اللي بعده باشتجل الحشو. وهستمر بن النمط ده. هيتكون عندي سبع فرجات. هخلص السبع فرجات ونرجع تاني. انا كده وصلت الاخر فراج. هفوت عمود. وابح في سلسلة الارتفاع. اخد حشو. كده انا قفلت الدور التاني. بعد كده بابتفاع واحد اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. احداشر. سلسلة وباللي في الشغل. بلفها على الابرة من داخل الفراج. الاول على طول باشتجال صدفة. اللي هي تلاتة عمود. عمود الاول. التاني. التالت. واحد اتنين سلسلة من نفس الفراج. تلاتة عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. بالشكلات. بعد كده واحد اتنين سلسلة لفع الابرة. بروح الفراج اللي بعده على طول. وبشده بالشكلات عشان يبقى في المنتصب بالزبط. ابدأ اخد الصرف. زي ما كنا بنشتجال في الواحدة. بس دي نص واحدة. تلاتة عمود. اتنين سلسلة. من نفس المكان تلاتة عمود. وده النمط اللي هنشتجل به الدور التالت. نفس خطوات الواحدة بس على نص واحدة. اتنين سلسلة. وهنكرر. هخلص الدور الثالت. انا كده وصلت لنهاية الدور. كل فراج اشتجلت فيه صدفة ما بينهم اتنين سلسلة. بعد كده سلسلة واحدة وهلف الشور. وعلى اول عمود على طول باخد منزلكة. العمود التاني باخد منزلكة. العمود التالت هشتجل منزلكة. من داخل فراج الصدفة باشتجل منزلكة. بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة. وده اول عمود معي في الدور الرابع. بعد كده باخد العمود التاني. والتالت. واحد اتنين سلسلة. والنفس الفراج باخد اتنين عمود. يعني كده اشتجلت الصدفة داخل للصدفة. واحد اتنين سلسلة. عندي فراج من اتنين سلاسل هنا. من داخل الفراج باخد حشو. واحد اتنين سلسلة لفراج الابرع الفراج بتاع الصدفة هشتجل صدفة. وهنمشي لنفس النمط ده لنهاية الدور الرابع. نبقى في بداية الدور الخامس. انا كده وصلت لنهاية الدور الرابع. بعد كده بابتفع سلسلة بلف الشور. وهبتدي الدور الخامس. فاول عمودة على طول باخد منزلكة. العمود التاني باخد منزلكة. العمود التالت باشتجل منزلكة. من داخل الفراج الصدفة باخد منزلكة. بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعتبر اول عمود معي في الدور الخامس. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. وهنزل على الوبزة بكم اربعة. وعي السلسلة بكم اربعة باخد حشو. كده عملت عمود وعملت فوقي البيكو. لفع ليبها. نفس الفراج باخد عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلت العمود باشتجل بيكو. ده العمود التاني. بعد كده العمود التالت. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود باشتغل البيكو. لفع الايبة من نفس المكان باخد العمود ابرابعة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود باخد حشو. لفع الايبة باخد العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود بدخل وبسحب الخيط وباخد حشو. بعد كده واحد اتنين سلسلة وفي الحشو باشتغل حشو. واحد اتنين سلسلة على الصدفة التانية هاشتغل اول عمود. واحد اتنين سلسلة وفي قفلة العمود باخد حشو. كده عملت بيكم. لفع الابر من نفس الفرار باخد العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود باخد حشو. كده العمود التاني. لفع الابر. وباخد العمود التالت اللي هيبقى فيه التشبيك. والسلسلة. نشوف هنشبك فيه. شايفة? الفراج ده هو ده اللي عايزين نسده. لانه كل ما هتفتفع دور هتلاقي في اخر الشال خارس فرجات في اول الشال كده. ما بين كل دور. ودور هتلاقي فيه فراج لازم نعمل فيه نص واحد. طب هنقفله ازاي? شايفة? هنسيب واحدة وهنشبك في الاتنين دور. وهنا هنسيب واحدة ونشبك في الاتنين دور. يبقى هنبدأ بديه وننتهي بديه. هنبدأ بديه دلوقتي. بس هضيق بالشغل اللي بالشكل ده. عامة حاجة تسيب واحدة. عشان هقولك هنعمل فيها ايه دلوقتي? شايفة? لما بنيجي نشبك الواحدات دايما بنسيب واحدة ما بينهم. دي هنسيبها ونشبك في دوقتي. هنبدأ بديه. احنا قلنا هنبدأ بديه. اول بيكلأ. تاني بيكلأ. التالتة بدخل من على ضهب الشغل وبسحب الخيط وباخد حشو. دي بديه للسلسلة التانية. بعد كده السلسلة التالتة ابجع للعمود بتاعي تاني. ااخد فيه حشو. كده عملت البيكو. لفع الابا وباشتغل العمود الرابع. واحد اتنين تلاتة سلسلة. بدخل في قفلة العمود وبسحب الخيط وباخد حشو. لفع الابا العمود الخامس. يبقى العمود التالت بس اللي بنشبك فيه. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود بدخل وبسحب الخيط وباخد حشو. بعد كده واحد اتنين سلسلة. عندي هنا حشو ما بين الصدفة والصدفة باخد فيها حشو. واحد اتنين سلسلة. لفع الابا وعلى الفرق بتاع الصدفة باخد اول عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفقفلة العمود باخد حشو. لفع الابا وباخد العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود بدخل وباخد حشو. لفع الابا العمود التالت وده اللي بنشبك فيه. بعد كده باخد سلسلة. انا بكتب دي. يبقى اللي بعدها دي. من على ضهر الشغل. واحد اتنين وفتالت بيكو بدخل في الفرق بتاعها بالشكل ده. وباسحب الخيط وباخد حشو. كده السلسلة التانية. بعد كده باشتغل السلسلة التالتة. بابجع للعمود بتاعي تاني فقفلة العمود بادخل بالشكل ده. باسحب الخيط باخد حشو. لفع الابا باشتغل العمود ده بربع. وعليه البيكو. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وحشو. كده اخدت فوقيه البيكو. بعد كده باخد العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فقفلة العمود بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو. واحد اتنين سلسلة. وعلى الحشو باخد حشو. واحد اتنين سلسلة. وعلى الصدفة باشتغل الصدفة. والصدفة ديت هشتغلها كلها. يعني مش هشبك. يبقى الصدفة ديت انا شبكت اتنين جنب بعضهم. هفوت ديت. هشتغلها كلها. يعني الخمسة عمود فوقيهم البيكو. بالشكل ده. العمود الاول. العمود التاني. العمود الثالث. العمود ربع. والعمود الخامس. بعد كده اتنين سلسلة. وفي الحشو باشتغل حشو. اتنين سلسلة. وعلى الصدفة. لفع الاباعة الفعر بتاع الصدفة. حشتغل. عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. بعد كده بقفل بحشو عشان اعمل البيكو. العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وحشو. لفع الاباعة العمود التالت وده اللي هشبك فيه. وسلسلة. هشبك فين شايفها. انا شبكت ديت وديت وفوت دي. مش هشبك في الوسط ديت خلاص. هبوح للوحدة التانية. اللي قدامها على طول. شايفها هفوت ديت. وهشبك في الاتنين اللي جانب بعض دور. يعني دي اللي عليها الدور. بعد واحد اتنين وفي تالت بيكو بدخل من على ضهر الشور. وباسحب الخيط وباخد حشو. ودي بدل السلسلة التانية. سلسلة التالتة. ببجع للعمود بتاعي. وباخد حشو. كده قفلت البيكو. باخد العمود الرابعة. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وحشو. لفع الابا. والعمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وحشو. واحد اتنين سلسلة. وعلى الحشو باخد حشو. واحد اتنين سلسلة. ولفع الابا على الفرق بتاع الصدفة اللي عليها الدور. باخد اول عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وحشو. لفع الابا العمود التاني. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وحشو. لفع الابا العمود التالت وده اللي بوصل فيه. بشبك فيه. واحد سلسلة. انا شبكتي هنا. يبقى اللي جنبها على طوق. بفوت اول بيكو. التانية. في التالتة من عضاه وبقدخل. وباخد حشو. ودي بدل السلسلة التانية. بعد كده السلسلة التالتة. وبقى بجع هنا لقفلة العمود وباخد حشو. بعد كده باشتجل العمود ابابا. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي قفلة العمود باخد حشو. لفع الابا في نفس المكان باشتجل العمود الخامس. واحد اتنين تلاتة سلسلة. فعفلة العمود. باخد حشو. بعد كده اتنين سلسلة. وفي الحشو باخد حشو. اتنين سلسلة. وعلى اخب ساضفها اشتجل فيها خمسة عمود كل عمود فوق ايه? البيكو. هنشوف دلوقتي تشبيك. هي دي النص الواحدة اللي هنسد بها الفرجات من فوق. لان احنا اشتجلنا دوبين بس في الشال. فكان عندنا فرج واحد. لما تشتجل الدور التالت هيبقى عندك واحدة هنا. واحدة هنا. واحدة هنا. فهيبقى عندك فراج هنا تاني. فهنحط فيه نص واحدة تاني. يبقى احنا كل دور هنلاقي فيه نص آآ فراج هنعمل فيه نص واحدة. طيب دلوقتي احنا لما نيجي نشبك الدور التالت شايفة هنسيب دي. شايفة هتسيبي دي. وهتسيبي من دي يد دي. وتشبيك في دي ودي. يبقى دايما بينسيب واحدة واحدة بنشبك. عشان يفضل الفراج ده هنشتجل فيه دلوقتي آآ واحدة صغيرة مساعدة كده عشان تسد الفراجات. ممكن تسيبيه كده بس الفراج الواسع ده انا ما بحبوش فاحنا هنعمل فيه الواحدة المساعدة وهي سهلة جدا. دلوقتي هنشتجل. وده الشكل الشال بعد ما تركب مسلس زي ما انت شفتي. سهل جدا. هنشوف دلوقتي الواحدة المساعدة بعد كده انت هتشتجل بكل سهولة ان شاء الله. اول حاجة هعملها عقدة البداية. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ست سلاسل على اول سلسلة على طول بدخل وبسحب الخيط. وبياخد منزلقة. كده افلت الداية. ببتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده اول عمود معي في الدور الاول. باخد خيط البداية معي اشتجل عليه. ومن داخل الداية باخد العمود التاني. العمود التالت. العمود الاربع. والعمود الخامس. وهكملهم ستاشر عمود. ونرجع تاني. انا كده كملتهم ستاشر عمود. باجي هنا في سلاسل الارتفاع بعد واحد اتنين وفي تالت سلسلة. بدخل. وبعمل منزلقة. كده انا افلت الدور الاول. سلسلة واحدة ومن نفس المكان باخد حشو. ودي اول وبزة حشو في الدور التاني. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل. المفروض هنشبك فين في الوحدات اللي احنا كنا سيبنا. شايفة? في الصدفة دي. والصدفة دي. والصدفة اللي قدامها دي. والصدفة اللي قدامها دي. اللي هو باع صدفات دور. هنبدأ باي واحدة منهم. فهنلف الشغل كده قدامنا. هنبدأ اللي فوق. ببتاعة نص الوحدة. هفوت. اول بيكو. تاني بيكو. تالت بيكو. بدخل وبسحب الخيط وباخد حشو. ودي بدل السلسلة بكم ستة. بعد كده سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر. احداشر سلسلة. بنزل هنا بفوت عمود بروح لعمود اللي بعده وباخد حشو. بالشكلة ده. بعد كده واحد اتنين سلسلة. وباشتغل كمان واحد اتنين تلاتة سلسلة. وبانزل على رابع سلسلة. وباشتغل حشو. كده عملت قلبيكو. باشتغل تاني واحد اتنين سلسلة. بفوت عمود بروح لعمود اللي بعده وباخد حشو. بالشكلة ده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلسل. هنا هنشبك في الوحدة الجديدة اللي هي ديت اللي احنا سايبنها. هسيب اول بيكو تاني بيكو تالت بيكو من عدها. بادخل وباسحب الخيط وباخد حشو. كده انا اشتغلت السلسلة بقى مستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى خمسة وحشو وخمسة. يبقى كده كياني اشتغلت احداشها بسلسلة. بنزل بقى للعمدان بتاعتي بفوت عمود بروح لعمود اللي بعده باخد حشو. واحد اتنين سلسلة بعد كده بحطي ايدع سلسلة التانية لو بحطي اربطي. اشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة بتوع البيكو. بتعدي واحد اتنين تلاتة وفو رابع سلسلة. بتدخلي وتعدي حشو. كده اشتغلت البيكو. واحد اتنين سلسلة. بنزل هنا للعمدان بفوت عمود العمود اللي بعده وباخد حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل. ابروح للوحدة الثالثة. هنا. من على ضهر الشول بفوت اول بيكو تاني بيكو تالت بيكو. بدخل وباخد حشو بدل السلسلة رقم ست. ادي كده بعد كده سبعة تمانية تسعة عشرة احداشرة. بنزل للعمدان بتاعتي بفوت عمود والعمد اللي علي الدور باخد حشو. بعد كده واحد اتنين سلسلة. واحد اتنين تلاتة سلسلة بتوع البيكو. بنزل للسلسلة رقم اربعة. وباخد حشو. كده عملت البيكو. واحد اتنين سلسلة. بفوت عمود. اروح لعمود اللي بعده باخد حشو. بالشكلات. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. خمس سلاسل. بابروح للوحدة الاخيرة. عشان اشبك فيها. هما بيبقوا اربعة صدفات لازم اشبك فيهم. اول بيكو لأ. تاني بيكو. تالت بيكو. بدخل. باسحب الخيط من على الضهر. وباخد حشو بدل السلسلة رقم ست. بعد كده سبعة تمانية تسعة عشر احضراشر. احضراشر سلسلة. انزل للعمدان بتاعتي. بفوت عمود. بروح العمود اللي بعده باخد حشو. كده شبكتون كله. واحد اتنين سلسلة. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. بروح السلسلة رقم اربعة. باخد حشو. كده عملت لبيكو. واحد اتنين سلسلة. بروح على اول. حشو اخدته في الدور. باخد منزلقة. وسلسلة. وهقص الخيط. دي الوحدة المساعدة اللي احنا عملناها في الوسط. بالشكل ده. وحدة سهلة جدا زائد انها ديقة الفراغ طبعا الخيط ده هندبيه الوقت في الشغل. هنضف بقى الخيط ونبجي عشان نشوف شكل الشال النهائي بعد ما ركبنا كل الوحدات بتاعته ايه. كده انا نضفت الخيط الزيادة ده شكل الشال النموذج اللي احنا عملناه. عرفنا ازاي بنعمل نص الوحدة وكمان عرفنا ازاي بنعمل الوحدة المساعدة بكل سهولة. وازاي بنشبك الوحدات. الشال جميل جدا الوحدة شكلها تحفة. وكمان ينفع للمناسبات. لو انت عايزها للمناسبات اشتري اللي بالخيط الفضي او الدهبي او البرونزي بيدي شكل حلو قوي قوي في الشغل. والوحدات ديات بتبقى شكلها جميل جدا في اللمع بتاعت الخيط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده. اتمنى شاب حكين واضح. واشيال عجبك. لو عجبك يا ريت دعمينا بلايك وشيب. ولو جديدة معنا تشتركوا في القناة وتفعل الجواز عشان يوصل لك كل جديد. ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.